حرب أوكرانيا الساخنة تدخل شتاء بارداً قد تلجم ثلوجه حدة المعارك الهدوء النسبي على الجبهات فرصة للطرفين الأوكراني والروسي لتعزيز قدراتهما العسكرية شبكة CNN نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة بايدن تدرس توسيع تدريب القوات الأوكرانية هذا الشتاء بناء على طلب كييف فمنذ بداية الصراع في فبراير الماضي دربت الحليفة واشنطن عدة آلاف من الجنود الأوكران في مجموعات صغيرة إلا أن التدريبات المتوقعة ستكون أوسع كما ونوعا وأكثر الشمولا وكثافة لكيفية العمل في تكوين عسكري متماسك نبحث باستمرار عن طرق للتأكد من أن الأوكرانيين لديهم المهارات التي يحتاجونها للنجاح في ساحة المعركة حيث تدافع أوكرانيا عن أراضيها من العدوان الروسي منذ بداية الحرب تتعاون ألمانيا مع الولايات المتحدة وبريطانيا للتقديم التدريب للقوات الأوكرانية وفي حال الموافقة الأمريكية على نظام التدريب الجديد ستكون قاعدة فراغنفور العسكرية في ألمانيا هي التي تتطلع إليها القيادة العسكرية الأمريكية نظرا لحاجة التدريبات إلى مجموعة أكبر وأكثر تنوعا من المدربين وقت مستقطع من الحرب موسكو أيضا ستوظفه للتعزيز وضعها قالها وزير الدفاع الروسي سيرج شايغو بوضوح في تصريحاته الأخيرة مولنا عن زيادة ميزانية الدفاع مرة ونصف المرة في العام 2023 أكثر من 300 ألف تم تدريبهم في أكثر من مئة ساحة تدريب في روسيا وبيلاروسيا كما تم إنشاء ساحة تدريب جديدة ومتعددة الأنواع في إقليم كرسنيارسك لكن المحللين يطرحون أسئلة حول مدى أهمية التدريبات العسكرية تلك في ساحة المعركة كون الصراع تم خوضه في الأساس كحرب استنزاف طاحنة بين جيشي مدفعية مما يجعل المتغير الأساسي في الحرب الآن هو كم الذخيرة المتوفرة لدى الطرفين إيفا عمر العربية